بعيدا عن سياسات أوباما لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول بكل استطاعته رسم سياسات جديدة تختلف عن سلفه العراق وأفغانستان وأخيرا سوريا يبدو أنها مقبلة على مزيد من العنف والحروب التي يراد منها تثبيت انفذ واشنطن حيث قامت وزارة الدفاع الأمريكية بحثف أعداد جنودها في تقريرها الجديد الصادر مؤخرا ولم تكتفي بذلك بل قامت بحسب موقع أنتيور الأمريكي بحث التقارير والبيانات المتعلقة بأعداد جنود في العامين الماضيين وتظهر لقطات أخرى من موقع ميليتري تايمز العسكري أن أعداد القوات العاملة في العراق كانت قبل حثفها تصل إلى 7400 عسكريين أي بزيادة نحو ثلث عدد القوات التي كانت فيما مضى يصل إلى 5000 جندي أمريكي وهو إجراء تكمن خطورته بحسب الموقع الأمريكي في تمكن الإدارة الأمريكية من زيادة عديد قواتها دون قلق من ردد فعل سلبية حول ذلك في الشارع الأمريكي أسكريا يقول وزير الدفاع الأمريكي جيمز ماتياس أنهم انتقلوا بالفعل من تكتيكات الاستنزاف في العراق وسوريا إلى تكتيكات الإبادة التامة وبالعودة إلى خلفية الرئيس ترامب تتناغم هذه الخطوة مع لهجة رأسمالية صريحة بترويجها لمنافع أمريكا أولا بينما يترك بلد مثل العراق صاحب الثروة الأساسي في غياه بفقر يصيب 30% من سكانه بحسب جزارة التخطيط في العراق أما عن الواقع السياسي للعراق فلتزال الحكومة فيه تصر على بقاء قوات الأمريكية في البلاد بالرغم من الويلات التي لحقت به ويبرر مراقبون ذلك بأن حيدر العباد يحاول كسب ودي الإدارة الأمريكية التي تريد عزل طهران على التحكم بنتائج الانتخابات البرلمانية القادمة وتقليل نفوذ ميليشياتها على الأرض التي تزيد اشتعال العراق والمنطقة برمتها وهذه استراتيجية قد تقرب ساعة الصفر لمواجهة عسكرية بين المعسكر الذي تقوده أمريكا والمعسكر الذي تتمترس فيه طهران وموسكو ترجمة نانسي قنقر